عرضت السلطات بإقليم يوكبي غرب للصحافة قطاع طرق الذين تمكنت قوات الدفاع والأمن من إلقاء القبض عليهم كان ذلك بحضور حكم الإقليم ديناماجي مايور محمد الأمين أحمد محمد في سياق هذا التقليل من أجل استثباب الأمن ومكافحة ظاهرة الجرائم المنظمة التي يتعرض لها غالبا المواطنين من جهة المجرمين تمكنت قوات الدفاع والأمن من القبض على ثلاثة من الجنات وجهت ضدهم تهم قطع الطريق وخمسة من المدبرين للخطط الإجرامية بمنطقة حولوك بمركز إداري كاكال هذا وقد عرض هؤلاء المجرمين إلى السلطات الإدارية هناك وهم محمد علي جولي الملقب بقرغيت ومحمد عمر علي وسعيد مانو وذلك بمعاونة خمسة آخرين وخلال هذه المناسبة قدم حاكم إقليم مايوكيبي غرب ديناكاماجي ماجيور الدور الفاعل الذي قامت به قوات الدفاع والأمن في المنطقة لأجل بسط الاستقرار والسلام الاجتماعي كما ناشد المواطنين بالتعاون مع قوات الأمن من أجل محاربة هذه الظواهر السيئة مطالبا من الصحافة توعية الشباب ودعم قوات الدفاع والأمن مؤكدا بأنه سيتم تسليم هؤلاء المجرمين إلى العدالة في القريب العاجل علما بأن مكافحة الجريمة المنظمة تحتاج إلى جهود متواصلة لقمع المخالفات وحماية المواطنين من المخربين ترجمة نانسي قنقر